اهلا بكم مشاهدين في عدد جديد من برنامج دلال خير ننقل لكم الليلة قصة احمد شيخ طاعن في السن ليس له احد لا زوجة ولا اولاد طريح الفراش يحتاج فقط الى علاج لنتابع احمد شيخ يبلغ من العمر 82 عاما من منطقة ارتيمية بولاية غلزان يعاني من مضاعفات داء السكري الذي نتج عنه تعف في الرجلين فاصبح حاله يتدهور من يوم لاخر يعني لا زوجة لا اب لا ام را قعد هنا عند وليدة اخوه يعني متكفلين به ونهر اللي طاحت به ما قدروش الرجل التاع وراء متعفنة يعني وكيراني قاعد اللي هنا يقسموا بالله الريحة راه يتسكر فيه يعني ما ليلا يلمع ارني قاعد بسي في اللي هنا يعني من محبة تاعي اللي هو اللي رأني حامل هذا الريحة على جلو على الاقل غير ادوية ما نشطر بين منهم طران سبور ولا اكل ولا لباس ولا اكد له الاطباء على ضرورة اجرائه لعملية جراحية في اقرب الاجال لبتر الرجلين كي لا ينتشر المرض الى باقي اعضاء جسمه راه مرض بمرض سكر المرض هذا تأطر عليه بزاف وراه حتى كرعيه تعفنه ورائحه بزاف راه في كرعيه وشافوا شعن من طبيب قال لي هذا الغالب صي سيطر وطار قال لي لازم نقطع له كرعيه دروك انا كي قطع له كرعيه ما عنديش باش نتكفل بيه ماديا الحالة الاجتماعية لأقارب الشيخ احمد سيئة للغاية وبالتالي لا يستطيعون توفير تكاليف هذه العملية ولا حتى المتابعة ما بعد العملية في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله يا ناس اللي راكمت يعني منش عارفنا يا تديرو في القوصور وديرو في كذا منش عارفوش ها هونا الخير ها هونا باب الجنة راول لهنا عن سيحمد يعيش مدابينا تباقا معورة يعيش حتى 100 سنة وكننا قطع له كرعيه را فيها استررا فيها دواء را فيها جري وأنا ما أنطيكش وحدي وعلي أخدتنا على الله نخدم على العيلة تاعي وبي عنده ولاتريت عنده غليلا عنده واحد المليون وربعمية ما تطيق يسرفها علينا أو لا يسرفها عليه وأنا نخدم بعامي اليومي والله غالب أولا بيت ربي عاونني عاونني ويبقى الآن دور الجمعيات المحلية ووزارة الصحة والمحسنين أتكفل لعلاج العم قبل أن يتضاعف المرض ويقضي عليه وحيدا